تقريباً أسبوعين قبل الانطلاق امتحانات البكالورية الوزراء من نظمات هذه العملية المواضيع تم الإنجازها منذ بداية السنة والحمد لله المركز الوطني لامتحانات شرف على هذه العملية بمعية واحد العداد الليجان اللي فيها مفتشين أكفأ واليوم هذه المواضيع تم توزيع دياله من الأكاديميات ودخلنا في فترة الاعتكاف على سعيد كل الأكاديمية والحمد لله العملية تمر في أحسن الظروف وغدي بدأت استنصاخ باش إن شاء الله يوم حضاش غدي يبدأوا هالاستحقاق الوطني اللي كينتدروها جميع المغاربة هذه السنة غيكون عندنا تقريباً 440 ألف مرشح و120 ألف تقريباً ديال المرشحين الأحرار وإن شاء الله النتائج ستكون تقريباً في 26 يونيو باش نبدأوا دراستي دراكية بداية شهر يوليوز باش هذه السنة سطعنا باش نعطيه آخر نتائج المحصل عليها في البكالورية في منتصف شهر يوليوز غدي يسمحنا باش نبدأوا تسجيل على المستوى الجامعي وغادي نعطيه أكثر فرصة لحامل البكالورية باش يختاروا المساعدة بالنسبة للسنة المقبلة إجراءات كلها وتخضطت أيضاً بالنسبة للمشكلة كان هناك غشك نعم هذا الجانب جد مهم وهنا أريد أن أحيي السلطة المحلية لإدارة عمال الأمن الوطني الدرك الملاكي ووزارة الداخلية لأنه كيوكبوا معنا العملية باش نأمنوا من أمنوها نأمنوا الموحدة للمؤسسات نأمنوا هذه المناطق للأعتكاف وأيضاً هذه العملية من البداية إلى الآخر نداء للأباء أباء هي باشي نعم تلميذ أكثر جدية وأكثر متبراء والانخراط في هذه العملية المهمة اللي كانت تضروها كاملين والأباء باشي يكونوا جانب ويدتهم ويساعدهم باشي يزيدوا يحفظهم ولكن باشي يخلقهم الأجواء العادية والطبيعية للنجاح والتحفيز ترجمة نانسي قنقر